وإحنا عايزين جبل سهيون في كتاب وسك المؤامرة اللي معانا دا للأستاذ جميل عطي إبراهيم والأستاذ الكبير صلاة عيسى عن وعد بلفور بيكشف صلاة عيسى أجذوبة إن وعد بلفور هو مجرد نجاح لخطة الصهينة لإنشاء وطن قومي اليهود وإن المشروع هو مشروع غربي استعماري بامتياز زي ما قال الدكتور كمان عبدالوهب بيسيري وزي ما قال هيكل الكتاب بيقول إن اتفاق سايكس بيكو أو مارك سايكس وجورج بيكو لتأسيم الأرض العربية وجعل فلسطين تحت انتداب دولي دا كان سابق لوعد بلفور بسنة كاملة دا كان جزء من الكتابة هو لو أنت مش بصدقني أدي كتاب موجود يا جماعة عندكم في مصر وبالوسائق بالوسائق بالوسائق يا عم بيبو أدي جزء من الكتاب والحقيقة التي ظهرت بعد ذلك أنه كان يجري التعتيم عليها أن الاتفاق الاستعماري الدولي على تقسيم منطقة الشرق العربي كان قد تم بالفعل قبل وعد بلفور بسنة كاملة ففي صيف 16 التقى مارك سايكس وجورج بيكو مع مندوب الحكومة الروسية القيصرية في القاهرة واتفقوا على تقسيم المنطقة فيما بينهم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وعندما اختلفوا حول فلسطين اتفقوا على وضعها تحت الوسائق الدولية التي سرعان مقلت إلى بريطانيا العظمى في ذلك الوقت أي أن قرار تقسيم المنطقة العربية كان قد تم بالاتفاق عليه في مايو 1916 ولكن ذلك لم يعلن إلا في ديسمبر 1916 أي بعد الإعلان عن وعد بلفور الله ليه؟ اشمعنا أعلن بعده بسنة أنا هقولك ما ده اللي حصل للشريف حسين إنه فجأة في الوقت ده قامت الثورة الملشفية في روسيا وطار القيصر السوار قعدوا أقلبوا في أسر القيصر لقوا الورقة دي الاتفاقية بتاعت مارك سايكس وجورج بيكو وده اللي قاله أحمد جمال باشا القائد التركي اللي قاله للشريف حسين في العقبة قاله تعالى أقولك أنت معتمد على الإنجليز إنجليز بتحقوا عليك أنت ولا هتبقى ملك ولا أي حاجة الإنجليز قسموا المنطقة العربية الشام هتخدها فرنسا والجزء اللي تحت بتاع العرب الصحراء ده الربع الخالي ده هنروح لتركيا نعملش فيه حاجة يعني أما فلسطين فهتبقى تحت الاندداب الدولي الشريف حسين ما صدقش وقاله إزاي ده أنا وأخذ وعد من اللورد ماكمهون ومن اللورد كيوتشنر قاله بيتحكوا عليك تعالى عقود معايا في الشام وتعالى اتفق قبل ما يتحكوا عليك وتوضي الخزوق ده ما رضيش وأخذ الشريف حسين الورق بتاع الكلام ده وراح وعرضوا على اللورد وينجد وينجد بعث له واحد اسمه هاجرس قال له ما تزعلش عبيد ده أنا بحوش لك أولا الكلام ده ده كان كلام مبدائي ما كانش قبل اتفاقنا يعني ولا حاجة ثم أنت بتتواعد مع انجلترا مع الملك انجلترا كلامنا كلام رجالة وسدق الشريف حسين لدرجة أن شريف حسين استقبل أو أمر باستقبال مهاجرين يهود إلى فلسطين والفلسطين استقبلهم بالحب والأحضان قال له انت هتبقى ملك وطبعا من الشهامة العربية والكرم أنه كنت استقبلوا ناس متعادين في أوروبا اللي هم اليهود وينجدوا اليهود في المراكب وكانوا الحقيقة مأملين وحالتهم نيلة واستقبلوهم الفلسطين عادي جدا ومشوا في طريق الألام في القدس اللي هو الطريق اللي مفروض تبقى للعقيدة المسيحية مش فيه سيد المسيح ومتعذب عشان يلحطوا على الصليب الحاجة التانية أن سايكس الدبلوماسي البريطاني ده اللي قسم العالم العربي مع نظيره جورج بيكو هو نفسه اللي نصح حايم وايزمان أنه يكتب زي ما قلتلك هنا الخطاب للحكومة الإنجليزية يكتب كلمة وطن قومي اليهود مش دولة وبعدين التفاصيل كتير اللي انتوا كاتبينها شلوها ما تدخلناش مشكلة مع الفرنسيين والعربة يحرجونا خلوك الجواب صغير وغامض ما يتفهمش منه حاجة عشان يعد على مجلس العمر بريطاني وقبل كده كان فيه دبلوماسي كمان اتكلم عن أهمية فلسطين لمصالح إنجلترا ده جزء من الكتابة هو بتاع صلاح عيسى سك المؤامرة وبيقول كذلك يذكر حايم وايزمان في مذكراته أن مارك سايكس هو نفسه الذي عقد اتفاق سايكس بيكو لتقسيم من مناطق النفوذ مع زميل فرنسي وكان مستشارا بوزارة الخيجية البريطانية هو الذي نصح الصهينة بأنهم يغيروا الصياغ اللي قدموها لوزارة البريطانية وقال لا يضمنوها أي تفاصيل وذلك لكي يمكن أن يمر في وجه المعارضة داخل مجلس الوزراء أي أن سايكس الذي صنع اتفاق التقسيم في مناطق النفوذ هو نفسه الذي اقترح صياغة وعد بولفر كمان الكتاب دي يكشف أن بريطانيا قبل ما تطلع الوعد أو توافع عليه وقف الرجل بولفر وقال له دكتور وايزمان إحنا عندنا مشكلة منه إحنا فيه تحالف مع أمريكا وأمريكا دخل معنا الحرب فإحنا محتاجين موافقة أمريكا على الجواب ده حقيقة موافقة من بيقول قلت له بمنتهى الثقة ما تقلاش إحنا عندنا ناس مؤثرين في البيت الأبيض ونقدر نأثر على الرئيس ويلسون وقالها بمنتهى الثقة ويلسون كان قال حق تقرير مصير بعد الحرب العالمية التانية الأولى حق تقرير مصير ده الصهاينة كانوا شايفينه أنه ضد رغبتهم لأنه حق تقرير مصير يعني إحنا هنعيش مع ناس تانية زي العرب وكتب أحد الصهاينة الكلام ده رسمي قال لأ كلمة حق تقرير مصير دي كلمة تزعجنا جدا حق تقرير مصير يعني أنا والعرب هنعيش في نفس الدولة لا يعني قبل واحد تاني معايا يعني ما هو الأغلبية اللي موجودة في فلسطين أغلبية عربية وإحنا لسه شوية آلاف صغيرين فالأغلبية العربية هي اللي هتحكم وإحنا مش عايزين كده بصراحة وبالفعل أمريكا ويلسون وفقه على كلام الصعينة أمريكا بعد كده هي اللي ورست حماية إسرائيل بعد ما انسحبت بريطانيا من المنطقة وده جزء من الكتاب عن استئذان أمريكا بيقول كده لكن وعد بلفورد كان أكثر من تصريح فلقد صدر عن القوى العظمى التي كانت فلسطين بنصبها في مخاطر التقسيم الاستعماري وقد تولت بريطانيا سلطة حماية على فلسطين التي عرفت بسلطة الانتداب وبذلك أصبح لهذا الوعد الذي لا يزيد عن مئة كلمة قوة مؤسسية نافذة بحيث يمكن القول بأن الكيان الصهيوني قد ولد في ذلك اليوم مواقعيا وإن لم يعلن عنه رسميا إلا في عام 48 يعني بعد 30 سنة من الوعد من القمع المتواصل لجهاد الأمة العربية يا داليا والشعب الفلسطيني خاصة دفاعا عن فلسطين وبعد حرب عالمية تانية حارب فيها الصهينا إلى جانب الحلفاء الذين كانت بريطانيا من بينهم وأمريكا على رأسهم ومع إن الإعلان عن قيام الدولة الصينية كان بمثابة التفسير الأقصى لكلمات وعد بلفور الذي اتضمن الحديث عنها دون إعلانها فإن رعاية الكيان الدخيل انتقلت أو مع انتقال مركز القيادة الاستعماري من بريطانيا إلى أمريكا ولقد صدرت بعد وعد بلفور تصريحات شتى سواء من جانب الحلفاء الغربيين أو من جانب الدولة الأكبر فيما بينهم تطورت بقى إلى قيام وطن قوم اليهود إلى دولة فعلا المهم عشان ما طولش عليك بعد وعد بلفور بعشر سنين من الدولة بريطانية قرر الإنجليز إنهم يمكنوا للهجرة اليهودية بكسافة ويحربوا مقاومة الفلسطين ليها وفي حفلة انتهاء الانتداب البريطاني حضر بن جوريون وأعلن في 15 مايو سنة 1948 انهاء الانتداب البريطاني وإعلان بن جوريون لقيام دولة إسرائيل بس دا يعلمك إنه لما يبقى عندك حلم حارب عليه الحلم مش هيجي لك كده أو أنت هيرتزيل مات سنة 14 تقريبا مات من غير ما يشوف دولة ولا مستعمرة واحدة تقريبا مات بعد ما اطلطم شوية السلطان العثماني يرفض له الطلب شوية اليهود في بريطانيا يعرضوه شوية ياخد وعد بأغندا ثم اليهود نفسهم مستعينة يرفضوها وبعد ما مات ساب الوكالة الصيونية متفككة منقسمة الصين ناس موافقة على أغندا وناس ضد أغندا إقامة وطن في أغندا يعني لكن يجي حقيقين معايز من وسلوكوف وعام ده وشلة الصهينة عشان يكملوا مشوار تيودور هيرتزل عشان يسروا للحظة دي ويبقى حايم وايزمن أول رئيس لدولة إسرائيل الطريق لوعد بولفر كان واعر قوي ومر بمجموعة خطوات دكتاب هيكلام خطوات الحقيقة لمعها الأستاذ صلاة عيسى في الكتاب ده خطوات الجراف إلى وعد بولفر دي الجراف في 1799 نابليون يطالب بإعادة المجد اليهودي الضائع في القدس في 1840 روتشلد يعرض على بريطانيا إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين في 1896 هيرتزل بينشر كتاب الدولة اليهودية اللي ما عجبش الصهاينة في 1896 هيرتزل بيعرض صدد ديون الدولة العثمانية مقابل فلسطين في 1896 السلطان الحميد يمنع الهجرة اليهود إلى إلى أي حتة تتبع السلطان العثمانية في 1897 مؤتمر الحركة الصينية الأول في بازل اللي خرجت منه بقى الوكالة اليهودية وجهاز المخابرات وفروع ومكاتب في 1902 هيرتزل يزور فينا عشان يشوف إذا كانت تنفع ولا في 1902 تتعامل مستعمرة إسرائيلية في كومبو كومبو تقعد ثلاث سنين أو أربع سنين في 1903 حكومة بولفر تعرض وطن اليهود في شرق إفريقيا أوغاندا وهيرتزل يرفض مش بس هيرتز لا هيرتزل الوافق بالمناسبة أنا آسف هيرتزل الوافق لكن لما عرض في المؤتمر اليهودي كتير من اليهود رفضوا في 1914 تركيا تدخل الحرب العالمية ضد بريطانيا واليهود ينضموا لبريطانيا ويعملوا هناك حاجة اسمها كتيبة البغال مش هما بغال يعني هما كانوا بياخد البغال يعني في 1915 بريطانيا تقنع شريف حسين أمير مكة بإن إحنا هنعملك يا سيدي مالك على العرب بس إنت دمر لنا الأتراك إحنا مش عايزين الأتراك يوصلوا لقناة السويس في 1915 هيرتزل سامويل رستين مهمة للمصالح البريطانية في 1916 اتفاقية سايكس مارك سايكس وجورج بيكو عشان يقسموا الدول العربية ما بعد الحرب العالمية الأولى في 1917 سايكس ينصح ويزمن بإنه يكتب قرار قرار ما يسيلش الجدل لإقامة وطن قومي اليهود في 1917 بريطانيا تحصل على موافقة الرئيس الأمريكي ويلسون بعد تأثير الجامعات الصيونية اللي في البيت الأبيض عليه عشان يصدروا وعد بولفر في 2 نوفمبر 1917 وعد بولفر لإقامة وطن قومي اليهود مش دولة في 1919 تأييد علني فرنسي وأمريكي لوعد بولفر في سنة 22 إنشاء الوكالة اليهودية في القدس لتنظيم الهجرة لفلسطين في سنة 1929 صورة البراق لما الصحينة راحوا عند المسجد الأقصى حاولوا يهدوه وقاموا عليهم الفلسطينيين وقاموا تصورة من اللحظة دي بدأت مصر تاخد بالها أن في حاجة سمعها القضية الفلسطينية في سنة 1933 هجرة يهودية كسيفة لفلسطين وبتمويل من ريتشارد بسبب ما يسمى بالتحاد هتلر في 1936 الصورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني في سنة 47 صدر قرار تقسيم أممي فلسطيني بين اليهود والعرب في سنة 48 إنهاء الانتداب البريطاني وتسلموا الجماعة الصحينة للأرض دي في 1948 مدابح من عصابات سجنين للعرب فيه بقى قانا بقى ودير ياسين وبدأت بقى إجلاء العرب عن فلسطين أنا ما حضرتش بس الناس القديمة بيكلمون عن حاجة حلوة قوي البرطقان اليافاوي بتاع يافا وفيه صور كتير قوي أنا جمعتها للفلسطيني وما بيجمعوا البرطقان من مزارع يافا ما بقاش في يافا دلوقتي نرجع تانياً في سنة 1848 هزيمة العرب كلهم مجتمعين في حرب فلسطين وإعلان إنشاء إسرائيل في سنة 1869 حصلت الحرب التانية بيننا وبين الصعينة واللي قدروا فيها ياخدو القدس كلها والضفة الغربية النهر الأردن